السلام عليكم ورحمة الله ان شاء الله تكونوا بخير سحارة مضانكم اليوم النهار الأول على الصيام ان شاء الله تكونوا فوتكم ليح اليوم بيت ندير معاكم بتاجين الزيتون تع الغرب وبغيت ان شاء الله نوري لكم طريقة تاعي كيفاش نحضر الزيتون و هذي نزيد معاه لدينا اليفولوفو هذه كلبات فرتي اللي خدمتها و قدتكم سنحضر بها ليفولوفو سنجدها معاه المهم انها هو سنجدها في كيكوطة لحمتها على الجاج و خروف و لحمتها على نصف حبة كبيرة على بصل طحتها على زوج رابيته النصف و النصف الأخر قريتها كما هو لحمتها طماطيس رابيتها و لحمتها 4 فلاق ثوم ثوم الزيتون يجيش باب و درت هذا الزرودية ستطلق اللي بنا في الزيتون و درت السمن السمن بالنسبة لي ما يعرفوش و لا ما يعرفوش و نشروها هو نشري على المصريين أو البقرة الحالو سمن طبيعي و لحمت المغاربة و المهم تلقوه في المحلات العربية و لحمت المحلات الأمريكية و درت السمن و درت الزيت و دينا نقليهم شوية و ندلهم الطماطيس على القوضي واحدة مغرفة كبيرة و الزيتون ها هو الخضر غليته و درته في هاد الأكياس و درته في الفريقو هذا الزيتون الخضر بالنسبة ليساكنين هنا و ما عارفين ش مين يشروه أنا الزوج تعيش له من أستوريا من عند واحد مغرابي يقولون لها طنجاوي هو تصبوا عنده الزيتون و ما من السومة لها مليحة تطلب بثمانية دولار و شي حاجه هك زيتون شباب عالمه المهم خليكم معي في الفيديو و نكملوا الطريقة انا غدي ندير هاد المكونات غدي نزيل لهم ليزي بيس ها هما درت مغرفة صغيرة كمون و قريب مغرفة صغيرة تاع فلفل شوية كركم و مغرفة صغيرة تاع فلفلاحم ها حلوة هادون غدي نديرهم ملح ما نديروش معرفين زيتون يجي مالح شوية غدي نقليهم مع بعض و بعد نزيلهم طماطيس على القوضي نزيل نقليهم ايونا نكملوا الطريقة ان شاء الله ها هي نقلات لي الاخرى الكوطاس ينقلوا كل شيء انا زيت عودت على قرفة و زيت ورقارن و زيت الاخرى المغرفة كبيرة تاع الطماطيس على القوضي حرقتهم و خليتهم شوية و زيت هذه القبضة تاع قصبر نزيل الزيتون 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 بصراحة له كل ملح هذا كالزيت اليوم انا درت كمية كبيرة تاع الزيتون انا مبارسة نديرها اليوم ان شاء الله يا ربي سوف نمد الفطور للاصحاب زوجي هم يكون واحد زوج هذي كمية انا موالفاني كل عام ندير كما هكا هذو اخواننا المغاربة وما مغربيين ايو الحمد الله الماكلة تعنا تعجبهم خطش الجزائر والمغرب تقريبا نفس الطياب عندهم انا في الاول كنت مترددة حتى ساعة عجبتهم الماكلة والحمد الله يا ربي سوف نزيد عليهم الماء الزيت عليهم الماء الزيت عليهم الماء الزيت عليهم الماء وهو انا نغلي الماء ونشوفو ما نقفوش بزيف الماء سيتوكي كوطة كوطة بالخفض طيب نزيدو شوية برك بركز هذه هي شوفو شو حال درثمة وهذا الماء سوف نعجبهم بعد دقائي نشف سوف نغطي الكوطة ونزيدوها بعد النقص ونذهبون بعد غرضهم وننجبهم مع بعض لنضع العجينة لنضع العجينة لنضع العجينة هذه العجينة التي تضعها على المسكين دعوناها في الفريجيدال ونضعها لنضعها ونضعها هذه هي هذا من المسكين من الجزائر وليس لديها لديها لنضعها 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 ونضع العجينة ونضعها دعوناها أصبح الأساس ها هي نبرتها شوفوا الحشنتي حيث يأتي معك ونطبعه هذي سيأتي كما الصابل يحب فك حب ها هي نبتها ها هي نبتها ها هي نبتها ها هي نبتها في ورق الشم ونكمله ونضع ها هي نبتها في الوسط ونضع ها هي نبتها ونزينا بها المهم انا سيضع نقوم بتطبعهم ونضعهم في السنة ونوري لكم قبل ما ننسى العجينة هيا اكملت بها نشينا نديرها كويرا ونحطها الى ندولها هاك ندولها هاك ندولها هاك قريبا رجعوها كما الول نزيد وخطرها هاك ونعودوها هادي ونبردوها ونكملو ها هما اكملتهم دروك شنديلهم بيضها ها هي ضربتها شوية نديرو غير شوية بيض كما هاك كثروش ونديرو في الجناب تاع الحبة البيض ما لازمشي هوود النال تحت هوني هوود البيض هو اللي غادي غادي اه غادي ضيع الحبة ما تطلحش ونديروها هاك ها هادي ثاني ندهنوها بشوية بيض غادي قميلا العملية ونعود الحبات بيضم تقوم بيض غادي غادي دهنوا من فوق حيب شوية بايد حاولوا بها البيض ما يهوض لكم شي تحت كيهوض ما غاد يشيجو مام هاد الصغار قاع ندهنوهم بالبيض والفورنة تعيراني شاعلاته المهم انا غدي نكملهم قاع وندخلهم الكوشي طيبو ونوريهم لكم ان شاء الله وهاد والحبات ها هم تشوفوا يمكن خرجوا ما خرجوش كيمال الوالا هادو العجينة ما خليتها شريحة لي بزاف معاني مقلقة وتنديرها ثم ماذا بكم تخلو تلك العجينة اللي درسوا بها الوالا تخلوها شوية تريح ونبعدها تكملوا طاق نسيسون ها هوا وشكي طاب طاب بالعلامة والحم التاعه ها هو ني مقريسي اشتر سيسون ني مقريسي ذاك الجاز كيف سوف تخلوها الزيتون ها هو رقب واني خضيتها تطابته هذا كما قلت كنتم تطابق على رايح الصحاب زوجي شروعوا اللي اللي اللواء كيف حرجوه اعطيها بصبحكم وحطو فيها الاصوس على الزيتون ونزيدوا المنزل ولك هذا كيف يناد به كما هكذا هيا باكزون بحبها هيا نضع بها كما هكا لا بش نوري لكم بطريقة نحطر لهم في الفطور كما هكذا ونزيدون لها حبة زيتون من فوق كما هكذا للتزين فقط نزينه كحرانه هذا هو الطبق المهم هذا هو الفطور الذي قلت لكم عليه المتاحة والزيتون الضرقوق الحريرة هذا يساعدوني حبة معقودة والخبز اليوم علينا نقول لكم صحة رمضانكم لا تنسوا تشتركوا في قناتي دعموني الى فيديو اخر ان شاء الله هدومتم في رعاية الله وحفظه